ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع السادس لللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية بشأن تغير المناخ كوب سبع وعشرين وخلال الاجتماع أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه يتابع بشكل دوري الموقف التنفيذي لترتيبات استضافة مصر لهذه الدورة مؤكدا أن كافة الترتيبات والتحضيرات تسير وفقا لما هو مخطط له ويتم الاستعداد في كل الملفات وأن المؤتمر سوف يعقد بشرم الشيخ في موعده المقرر نوفمبر القادم